تقليص الاجتماعات الحكومية النزول إلى الميدان والتحذير من إطلاق وعود غير مؤسسة للمغاطنين الامتناع عن الاستعمال المبالغ فيه للعبارات السياسية النمطية التي تمجد الأشخاص وتقدسهم هي أبرز التعليمات التي أصداها رئيس الجمهورية إلى حكومة أيمن بن عبد الرحمن في أول لقاء وزري بعد التعديل الأخير أظن بأن المخرجات الأربعة أو القرارات الأربعة أو الخمسة التي أدل بها السيد رئيس الجمهورية يمكن أن أعتبرها كأنها خارطة طريق للحكومة الجديدة وفيها الكثير من التي كانت مطالب النواب بصفة عامة ومطالب نواب وكتابة التجمع الوطني الديمقراطي بصفة خاصة وأقول بأن أهم نقطة التي حقيقة أثرجت صدرنا كنواب وكجزائريين وهي خروج الوزراء إلى الميدان لمعاينة قطاعتهم لمواكبة ما يحدث على المستوى المحلي نعم الزيارة الميدانية هي التي تعطي المسؤول المعلومة الحقيقية من خلال المعايشة من خلال التواصل مع الشعب ومع الممثلين في القواعد ويجاوزوا التقارير لذيك الشكلية التي في بعض الأحيان الأسف الشديد ما زالت بقايا نسلقا ومتغير في الجزائر اللي يبعثوا تقارير مغلوطة وفي بعض الأحيان مشوهة وفي بعض الأحيان فيها حتى أرقام كاذبة وقد نزلت مجموعة من اللجان الاستعلامية للبرلمان وكتشفت حقائق صادمة عكس الأرقام التي كانت تصل المسؤولين وخاصة الوزراء فهذا هو الحل الوحيد هو العمل في الميدان عهد البقاء في المكاتب وانتظار التقارير قد ول الميدان يكشف الواقع الذي قد يحاول البعض إخفاءه في الميدان يحتك الوزير بالمغاطن يستمع إلى انشغالاته ومقترحاته في الميدان يعين الوزير المشاريع بعينه المجرد ويستفسر عن كل صغيرة أو كبيرة حوله لهذا ألح رئيس الجمهورية على ضرورة النزول إلى الميدان نحن نتابع ككل جزائريين وككل مهتمين ونحن حزب موجود في البرلمان ونحن حزب موجود في الساحة السياسية تعنيه كل القرارات التي تصدر على المؤسسة الرسمية بدءا بمجلس وزراء إلى مجلس حكومة إلى القرارات التي تصدر على المؤسسات التي تتدخل يوميا في حياة المواطنين ولذلك نحن لدينا الشجاعة الكاملة أن نثمن أي قرار أو موقف أو إجراء لصالح المواطنين ونحن على أبواب الشهر الفضيل رئيس الجمهورية يبلغ الحكومة أن راحة المواطن خط أحمر يجب الاهتمام بها ووضع شغالاته أولوية الأولويات